اشتركوا في القناة ومتائجوا إلى أن 31% ممن شاملهم الاستطلاع لديهم أكثر من بطاقة هاتف متنقل واحدة الجديد بالذكر مشاهدين أنه بحسب بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات وتقرير التنفسية العالمية 2017-2018 الذي نشر بنهاية شهر سبتمبر الماضي من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي فإن مملكة البحرين في طريعة الدول من حيث نسبة انتشار واستخدام خدمة الانترنت حيث تحتل المملكة المرتبة الأولى عالميا في انتشار البروتباند المتنقل والثاني عالميا في نسبة مستخدمي الانترنت أكد السفير الإيطالي لدى مملكة البحرين دومينيكو بيلاتو أن البحرين تعتبر البوابة التجارية لنحو 1.5 تريليون دولار من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي جاء ذلك في تصريحات إعلامية على هامش الجولة الترويجية التي تقوم بها أو الذي يقوم بها مجلس التنمية الاقتصادية بالعاصمة الإيطالية روما حيث أكد السفير الإيطالي أن الشركات الإيطالية المصنعة الرغبة في التوسع التجاري إلى منطقة الشرق الأوسط ستجد من البحرين بيئة تجارية تنفسية للغاية وقد لفت السفير الإيطالي إلى أن هناك العديد من الشركات الإيطالية الرغبة في التوسع بمنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط انطلاقا من المملكة لتشمل قطاعات التكنولوجيا والمستحضرات الطبية والأغذية إضافة للأزياء والألات الخفيفة والثقيلة هذا وتشمل الجولة الترويجية لمجلس التنمية الاقتصادية المشاركة في أعمال المنتدى العربي الإيطالي الأول للأعمال في مدينة ميلانو الإيطالية ومنتدى البحرين إيطاليا للأعمال في العاصمة الإيطالية روما إضافة إلى لقاء العديد من المستثمرين ورجال الأعمال الإيطاليين لبحث فرص زيادة التعاون في مختلف القطاعات الاستثمارية وتجارية الواعدة والآن نتابع أسعر صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشر مشاهدين مع أداء البورصة الخليجية لبداية تعقداتي هذا الأسبوع وكما نلاحظ على شاشة أغلقت معظم البورصات الخليجية في المنطقة الحمراء نبدأ مع السوق المالية السعودي التي أغلقت بتراجع بنسبة 17 النقطة المئوية وأغلقت عند مستوى 6997 نقطة متأثرا بنزول مؤشر قطاعي الأعلام وأيضا الرعاية الصحية نتحول إلى بورصة الكويت التي أغلقت بتراجع ضفيف يقل عن 10 نقطة مئوية وأغلقت عند مستوى 622 نقطة وذلك لضعف أداء مؤشر قطاعي الاتصالات وأيضا البنوك ننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالي الذي أغلق بتراجع يقارب 20 نقطة مئوية وأغلق عند مستوى 4518 نقطة بسبب تراجع مؤشر قطاعي البنوك وأيضا الطاقة فيما سجل سوق الإماراتية الأخرى سوق دبي المالي تراجعا طفيفا بنسبة تقارب أو تقل عن 10 نقطة مئوية وأغلق عند مستوى 3657 نقطة ويعود سبب النزول لانخفاض مؤشر قطاعي البنوك وأيضا التأمين في حين كان الرابح الوحيد في تدولات اليوم سوق مسقط الأوراق المالية بارتفاع نسبته 20 نقطة مئوية مغلقا عند مستوى 5138 نقطة مدعوما بارتفاع مؤشر القطاع المالي أما بالنسبة لبورصتنا المحلية المشاهدين فقد أغلقت على تراجع طفيف بنسبة 0.03% وأغلق عند مستوى 1274 نقطة وذلك عادل انخفاض مؤشر قطاع البنوك التجاري وأيضا قطاع الخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.429.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 407.000 دينار تم تنفيذها من خلال 103 صفقات وقد تركز نشاط المستثمرين في التدول على أسهم قطاع الصناعة حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة منسبته 34% من قيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة ترجمة نانسي قنقر